تدخل المملكة في هذه الساعة اليوم الرابع بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برفع جزئي لمنع التجول في جميع المناطق عدى مكة المكرمة والأحياء المعزولة بشكل كامل احترازيا سمح بالتجوال من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء قرار جاء بناء على مرفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا وإمكانية عودة بعض النشاطات الاقتصادية وفق الضوابط الصحية والأمر برمته رغبة في التخفيف عن المواطنين والمقيمين قرار حيوي ارتفع معه سوق الأسهم السعودي بنسبة ثلاثة ونصف المئة والعمل متواصل على كل الأصعدة ولكل ما فيه صالح الإنسان فهو وحياته الأولوية وزير الصحة دكتور توفيق ربيع قال إن رفع منع التجول جزئيا لا يعني زوال الخطر بل إن الخطر لا زال قائما فالفايروس ينتشر في مختلف دول العالم ناصحا الجميع باتخاذ التدابير اللازمة ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل إن رفع منع التجول لا يعني زوال الخطر بل أعكد أن الخطر لا زال قائم فالفايروس ينتشر في جميع دول العالم ولا زال متواجد لدينا وفي جميع مناطق المملكة وهو خطر على جميع كما أكد الربيع أن لجنة متابعة مستجدات كورونا تتابع كل مؤشرات انتشار الفايروس لترفع التوصيات اللازمة القرار السعودي يسير توازيا مع الجهود الصحية في مكافحة الوباء وإجراء المسح النشط لاكتشاف الحالات مبكرا لكنه يضع المسؤولية على عاتق المواطن والمقيم معولا على الوعي الكامل لدى المجتمع واستشعار المسؤولية خلال هذا الظرف والإجراءات السعودية مرشحة لمزيد من تخفيف القيود على الحركة الاقتصادية والمجتمعية في حال ثبات مؤشر الإصابات والتزام المجتمع وإلا فإنها ستعود لسابق عهدها وربما أشد إذا لم يكن هناك استشعار للمسؤولية وتغليب للصالح العام فصحة الإنسان أولا ولا تهاون في إجراءات الوقاية مهما يكن فالكل مسؤول وعليه واجب لازم تجاه الوطن